يبدو أن النظام التركي ربما يواجه عقوبات أمريكية جديدة بسبب صفقة الصواريخ الروسية التي ترفضها الولايات المتحدة حيث تضمنت النسخة النهائية من مشروع قانون السياسات الدفاعية السنوي على فرض عقوبات فورية على أنقرة النسخة النهائية من مشروع قانون السياسات الدفاعية كشفت عن تفويد للرئيس الأمريكي بفرض عقوبات ضد تركيا بسبب حصولها على نظام الدفاع الساروخي الروسي S-400 وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد أوقف معاقبة تركيا على الشراء إلا أن مشروع قانون الدفاع يأمر بفرض خمس عقوبات أو أكثر بمجابي قانون مكافحة خصوم أمريكا لعام 2017 في غضون 30 يوما بعد التوقيع وتبقى لموقع ديفنس نيوز الأمريكي يحتاج القانون قبل إقراره وتوقيعه موافقة الرئيس دونالد ترامب وستقع المهمة على عاتق إدارة ترامب إذا تم التوقيع على القانون الإسبوع المقبل وإلا فسيكون الأمر بيد الرئيس المنتخب جو بايدن الذي من المقرر أن يتم تنصيبه في العشرين من يناير المقبل وكان حلف شمال الأطلسي قد صرح أن صوريخ S-400 تشكل تهديدا للتحالف العسكري وتهدد بشكل خاص الأسرار التقنية لطائرة F-35 ثلاثين